مرحبا بكم مشاهدينا الكرام اذا ارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة القصوى عن المعدل الفصلي فيما يخص اغلب المناطق الشمالية للوطن خلاله يوم الغد الخميس وتستمر هذه الاجواء الحارة الى غاية يوم الاحد بحول الله نبدأ نشرتنا الجوية بصورة القمر الاصطناعي والتي توضحنا صفة واستقرار على كل المناطق الشمالية فقط رح يكون في بعض السحب العابرة على اقصى الجنوب الجزائري حركة الرياح ان شاء الله لنهار غدوائي اذا رح يكون في هبوب الرياح من ضعيفة الى معتدلين نسبيا تبقى تخص غلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية ما تتعدى سوعة الرياح 40 كم في الساعة توقعات التقس لمنتظر ان شاء الله خلال ليلة اليوم اذا نرتقبوا ليلة صافية مستقرة على غلب السواح الوطنية المناطق الداخلية وكذلك الولايات الجنوبية مع تشكل بعض السحب العابرة رح تكون بدون فعالية على اقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة الدنيا نسجل ان شاء الله خلال ليلة اليوم رح تلحق بحوالي ليلة حوالي 9 درجات على عين صالح 10 درجات بالنسبة لتمنرس 20 درجات بعين قزام وبرج بجي مختار 6 درجات على إليزي جانت وعيناميناس 7 الى 8 درجات على شمن السحراء ومنطقة الواحد رح نسجل في حدود 9 درجات على بشا 12 درجات بالنسبة لتندوف للدرجات فقط كأدنى مقياس خلال ليلة اليوم بالنسبة لباتنخش لوات بسا رح تلحق الى 10 درجات على الجزائر العاصمة رح نسجل 11 درجات على وهران عينتي موشنة مستغانة كذلك مع سكر وتلمسان توقعات التقس المنتظر ان شاء الله خلال صباحة يوم الغد درجة رح تكون مشمسة رابعية بامتياز ومستقرة أكيد تميز أغلب المناطق الشمالية وحتى الولايات الجنوبية مع تطاير بعض الزوابع الرملية بخصوص درجات الحرارة الدنيا نسجل ان شاء الله خلال الصباح رح تكون دافئة على أغلب المناطق الشمالية للوطن حوالي 10 درجات على عنابة والجزائر العاصمة 13 درجات بالنسبة لي وهران عينتي موشنة ومستغانة 12 درجات على معسكر وتلمسان 8 درجات على الغواط وبسكرة كذلك تزيوز البويرة نفس المقياس بالنسبة لكل من منطقة نعم البيض ومشريال مناطق الجنوبية حوالي 9 درجات بالنسبة لي غردايا وكذلك على منطقة ورقلة وحسين وسعود 12 درجات على بشار 15 درجات على تندوف وأدرار و20 درجات على مقياس بعنقزام وبرج باجي مختار وضعية البحر ان شاء الله لنهار غدوة رح يكون بحر هادئ وجميل على أغلب السواحل الوطنية ما تتعدى سرعة رياح لـ 20 كم في ساعة بالنسبة للسواحل الغربية 10 كم في ساعة للسواحل الوسطى وفي حدود 15 كم في ساعة للسواحل الشرقية مع رؤية متوسطة علو الموجة رح يكون أقل من المتر إلى المتر على أغلب السواحل الوطنية إذن كانت هذه التفاصيل الوضعية الجوبية المنتظر ان شاء الله اليوم أفليل وغضا مع السباح نشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة في أمان الله